تندهله دايما في محنته تلاقيه حاضر وفي حدمته وفي رحلته تلاقيه مخاطر رعي وقف حنون منصح وكاهن رحلين معاون بحرين جوى الخواطر ويقدم فضايل مختلفة في كل مرة النهاردة هنتكلم عن فضلة الرحمة وفضلة الرحمة فيها تفاصيل كتير وفيها حاجات حلوة كتير نقدر نتعلمها اسمحونا النهاردة نرحب بقدسابونة اللي بيشرفنا وينورنا قدسابونة بن يمين بدوي اسكندر كاهن كنيسة ماري جرجس عزبة رفائيل براشية القصية أهلا بقدسك شرفتنا ونورتنا النهاردة تعيش يا قدسابونة النهاردة هنتكلم عن الرحمة وأكيد الرحمة يعني هي فضيلة حلوة قوي ونحب نحن نقطنيها ونحب إن كل المشاهدين كمان يعرفوا تفاصيل أكتر عن الرحمة إحنا عايزين في البداية نعرف بس مفهوم الرحمة بسم الأب والإبن والروح القدس الإله الواحد أمين حقيقة فضيلة الرحمة من الفضائل الكتاب المقدس يعني مليان شواهد بتتكلم عن الرحمة ده معنى إن ده فضيلة مهمة جدا 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 في حياتنا المسيحية مفهومها ببساطة غير إن هي واحدة من الفضاء اللي تحلى بها سيد المسيح لها كل المجد في حياته على الأرض وده كان واضح وملموس الرحمة مش بس عاطفة شخصية لكن هي كمان لازم نعبر عنها بشكل ملموس لغيرنا حتى لو غيرنا ده مش هيفهمها أو هيقدرها قوي لكن مهم إن احنا نعبر عنها وكلمة الرحمة حتى في النص العبري معناها الأحشاء أو الرحمة اللي هو كأن الإنسان بيطلع الأحشاء بتاعته والرحم اللي بيحتضن الجنين في بطن أمه يخرجها للناس عشان تبان الرحمة للآخر حتى لو الآخر ما قدرهاش قوي لكن من باب الأمانة المسيحية والشخصية أنا بقدم الرحمة بتاعتي لكل الحوالية اللي بتعامل معه تمامي يا قدس أولو طيب فيه آيات في الكتاب المقدس بتتكلم عن الرحمة وقلتك لست إلينا إن فيه آيات كتيرة بتتكلم وفيه شواهد كتير آه جدا فإحنا حابين بس نقولك الدوق على بعض الآياتين كتاب المقدس مليان كتير عن الرحمة وركز قوي على رحمة ربنا في تعامله مع أولاده سواء كان في العهد القديم أو في العهد القديم على سبيل المثال للحاصر في سفر الخروج إصحاح رقم 34 وعدد ستة وسبعة بيقول ربنا الموسى فاكتاز الرب قدامه ونادى الرب الرب إله رحيم رحيم أول صفة في كلامه مع موسى ورقوف بطيء الغضب وكثير الإحسان والوفاء حافظ الإحسان إلى ألوف غافر الإثم والمعصية والخطيئة أول صفة قالها ربنا لموسى عشان يوصف نفسه ربنا أنه أنا إله رحيم يعني عايز يطمينه يقوله ما تلقش حتى لو حصلت حاجة في السكة أثناء خروجك ما تلقش فمزمور بقى سفر المزامير داود النبي مليان اللفظ ده اللفظ ده تحديدا لفظ الرحمة أو رحوم أو رحمني أو الألفاظ المشابهة لي يعني في مزمور ستة وتمين بيقوله أما أنت رب فإله رحيم ورؤوف طويل الروح وكثير الرحمة في مزمور ستة وتمين في مزمور مية خمسة واربعين يقولك الرب حنان ورحيم طويل الروح وكثير الرحمة في مزمور خمسة وتمين يقوله أرينا يا رب رحمتك أرينا يا رحمتك نفسنا نشوف يا رب رحمتك عايزين نشوفها بشكل ملموس من ضمن الصلاوات اللي كانوا بيصالوها في العهد القديم أرينا رحمتك واعطينا خلاصك في مزمور تسعة وتمين يقولك بمراحم الرب أغني بمراحم ربانا الشيء يفرح القلب خل الإنسان مبسوط وسعيد ويهلل ويرنم لما نتذكر ونعرف ونحس بمراحم ربنا في حياة في مزمور بقى مية وتلاتة ده في خمس ألفاظ عن رحمة ربنا مزمور مية وتلاتة بيقول إيه اللي هو بدايته بارك يا نفس الرب ولا تنسي كل حسناته بارك يا نفس الرب وكل ما في بطني يبارك إسماء القدوس في عدد أربعة يقول الذي يفدي من الحفرة حياتك الذي يكللك بالرحمة والرحمة شوف يكللك بالرحمة بالرحمة يقولك إكليل كده برحمة كانوا يحوط عليك برحمته في عدد ثماني يقولك الرب رحيم ورؤوف طويل الروح وكثير الرحمة في عدد حداشر يقولك لأنه مثل ارتفاع السماوات فوق الأرض قوية رحمته على خائفين شوف قوة رحمة ربنا وشبهها إزاي مثل ارتفاع السماوات على الأرض شوف المسافة قد إيه قوية رحمته على خائفين في عدد سبعتاشر يقولك أما رحمة الرب فإلى الدهر وإلى الأبد على خائفين وعادله على بني البني ده في العهد الأديم في العهد الجديد نلاقي في الموعزة على الجبل طوبة للرحماء لأنهم يرحمون يا بختيهم حطها أساسي في التعليم الأساسية المسيحية الأولى طوبة للرحماء لأنهم يرحمون وألف لوقة ستة كونوا رحماء كما أن أباكم أيضا رحيم يعني خليك رحيم وتشبه بسيدك لأنه هو كمان عنده نفس الصفة ربنا عاوز يشبهنا به من ضمن الصفات الحلوة وضع جمان من كل الآيات أن دي صفة موجودة في ربنا بقوة يعني موجودة واضحة جدا واضحة جدا واضحة جدا أنه صفة من صفات الجنائية واضحة جدا بالكلاء بالتصرفات والأفعال والواقع أكتر من الكلام بزبط بزبط وكمان الآيات نلاقي هو كده في مثل السامير الصالح يقولك ولكن بعدما الرجل المجروح والمهان مرمى على الطريق عد الكاهن وعد الله ما اهتموش به ولكن سامريا مسافرا جاء إليه ولما رآه تحنن تحنن يعني أحشاء الرأفة والرحمة اللي جوه قلبه ابتدت تطلع ما تكلمش مع عص وعز عن الرحمة لكنه ضمت جرحات ووداه الفندق واعتنى بيه ودفع فلوس من غير ما يعرفه هو دي أحشاء الرحمة اللي احنا بنتكلم عليه كمان في صلوات الكنيسة في صلات نصف الليل بنصلي ونقول ليس رحمة لمن لم يستعمل الرحمة ده وعد بقى مش هتستعمل الرحمة في الأرض يبقى ما تطلبش الرحمة نروبينها فوق حتى في الأداس احنا بنصلي لحن صغير كده بس مخيف الأب الكهن بيصالف الأداس يقول لك سيأتي ويعطي كل واحد فواحد بحسب أعماله الشعب يخافه يقول لك كرحمتك يا رب وليس كخطية ونقدرش تعاملنا بحسب أعمالنا لأن بحسب أعمالنا أحتمال كبير نخسر فالكنيسة كلها بتصرخ وتقول كرحمتك يا رب وليس كخطية في الصوم الكبيرة عشان ترتبط الرحمة بالفضاء التانية والصوم ونصلي دايما مرد في أثناء التناول طوبة للرحمة على المساكين لأن الرحمة تحل عليهم المسيح يرحمهم في يوم الدين ويحل برحمة الصفة طيب من كلام قدسك أقدر أعرف هل في علاقة ما بين الرحمة والعدل ولا هم كل واحدة صفة على حدة يعني ما فيش علاقة بينهم بلا شك إذا تكلمنا عن رحمة ربنا في الكتاب المقدس ضروري هنحط جنبها العدل وده مش كلام تأملات ولا حاجة لكن ده كلام داود النبي نفسه بيقولك في مزمور 85 الرحمة والحق تلقية تمام الرحمة والحق تلقية صفة من صفات ربنا الرحمة وصفة من صفات ربنا العدل فرحمة ربنا رحمة عدلة وعدل ربنا عدل رحوم فيرتباط ففيرتباط وده ظهر قوي على الصليب طبعا رحمة ربنا ظهرت على الصليب وعدل ربنا تحقق على الصليب يعني في علاقة ما بينهم وعلاقة قوية كمانا طبعا طيب الرحمة الجميلة دي ازاي احنا نسلك بيها في حياتنا زي ما تعودنا في كل مرة بنعرف الفضائل الجميلة دي ازاي بنمشي بيها في حياتنا ونسلك بيها علشان خاطر نقدر نستفيد ازاي نسلك بالرحمة في حياتنا يعني زي كل الفضائل لازم نمارسها يعني مش هينفع نتكلم عن فضيلة بدون عمل مش هينفع نتكلم عن الرحمة بدول من مارسها ومش هينفع نمارسها غلما نعرف العمق الحقيقي بتاعها العمق الحقيقي بتاع الرحمة على كل انسان يعرف ويحط دايما وصية ربنا قدامه هو ربنا اللي وصانا كده وصنا وصية لصالحنا وصنا وصية لخيرنا وصنا وصية عشان ندرك حقيقة وجودنا في حياتنا على الارض فهو قال كونوا رحماء كونوا رحماء كما قالنا اباكم رحم يعني يعني بيقولك تشبه بي اه انا رحم خليك انت رحم كمان زي ايه دي حاجة الحاجة التانية اه اه انه لما نمارس عمل الرحمة بشكل مستمر كل يوم ده بينزع عننا القلب القاسي بيعلمنا بيعلمنا ازاي نتعامل بالفضيلة دي مع غيرنا اي ان كان غيرنا بقى ضعيف مكسور مجروح مهان لما تعامل معا بالرحمة انا كده زي مسيحي اه اه هو فيه سؤال بس في الجزء ده يعني هل الرحمة فعلا هي بتبقى فضيلة في الانسان يقدر يقتنيها ولا هي بيبقى طابعة اكتر يعني هو بيبقى شوية متطبع بانه هو طالع عنده رحمة على اللي حواليه على اهله على كل اللي بيتعامل معاهم في خدمته وفي كناسته هل ده طبع ولا هل دي الرحمة دي فضيلة ممكن نقتنيها يعني ممكن مع الوقت نتدرب عليها ان نقدر نسلق بيها ولا مالهاش علاقة لا طبعا ليه علاقة لانه كل انسان فينا بيتولد في اسرة ليه طبعا معين فيجوز يكون الانسان التولد في اسرة بتتعامل بالرحمة والرقفة والحب والاحترام لكل انسان خصوصا الناس الفقرة والمساكين والمرضى والمحتاجين وغيره فتلاقي الطفل يطلع يتطبع بالطبع بتاع البيت بتاع بابا أو بتاع ماما أو بتاع أخوات الكبار لكن كمان في نفس الوقت هي الفضيلة دي محتاجة نمارسها عشان نكبر فيها انا محتاج اعمل اعمال رحمة مش هكتفي باللي انا خدته من بيتي لكن كمان انا همارس اعمال الرحمة دي عشان احس بوجود ربنا في حياتي من خلال فضيلة انا بتشبع بيه من خلالها يعني هل هل بينفع ان احنا نمارسها يعني ينفع انسان مثلا شوية عنده يعني ناحية قساوة هل بينفع ان احنا نوجي حد زي كده ونقوله لا خليك رحوم مع حد خليك مع اخوة الرب شوية الدنيا يعني خل قدي وخليك رحوم عليهم هل ده بينفع بينفع علي بيارف يطبقوا حتى حتى مع الوعظ ومع الكلام فده هيفيدنا جدا خلي مثلا الناشط دلوقتي بيتفرج علينا تبقى عارفة فعلا هتقدر تعمل كده ولا لا يعني انا معاكي في حتة ان احنا نرشد ونوعز عن الفضاء اللي خصوصا الرحمة لكن انا شايف ان الوعظ مش كفاية يعني لازم انا عشان اسلك في هزه الفضيلة لازم احطها هدف من احداف حياتي احطها هدف واعمل ممارسات عملية وتطبيق عمل وواجب شخص اعمله عشان اتمرز فيها محتاج اقبل اعترافي يكلمني بشكل شخصي محتاج المرشد الروحي يكلمني بشكل شخصي محتاج انا كمان اقرأ نصوص في الكتاب المقدس تعلمني يعني ايه فضيلة الرحمة الاراية كويسة والوعظ حل لكن لازم اعمل حاجة عملية بشكل واني اخد قرار اني اقتني الفضيلتي شكل مستمر واخد قرار ان ده يبقى هدف من احداف حياتي خصوصا حياتي الروحية طبعا لاني دي مش علاقة اجتماعية فقط لكنها كمان الاقوى ان هي علاقة روحية بيني وبين ربين لان اللي بيعطيني هذه الاحشاء والرقفة والحب والرحمة هو ربانا وبيقول لي استخدمه هما لو قال لي كونه رحمانا بيقول لي استخدم الحاجات اللي الحلوة لاني اتقالك دي في تعاملك مع الناس الده حلو خلص من كلام قدسك بقى لسه كنت بتقول لنا ان الطفل لما بيطلع وسط عيلة بتسلك بالفضيلة زي او عندها قدر من الرحمة كبير طبعا هو بيتطبع من ده فده خلينا اسأل قدسك طيب احنا سداي نعلم ولادنا كده يعني وازداي نطبحهم مش بس لولدنا في البيت لا ولادنا كمان في الخدمة يعني احنا وإحنا بنخدم وعندنا ولاد كتير فيهم صفات مختلفة طلعين كل واحد من بيئة مختلفة بتربية مختلفة ازاي اقول للطفل ده خليك رحوم على اخوك ازاي اوجهنا ده مهم جدا نحن الآن هتكلم على جزء مدرس الاحد وجزء البيت مدرس الاحد في كشكول التحضير بتاع مدرس الاحد كل كشكول التحضير فيها بند كده في الاخر اسمه التطبيق العملي او الواجب العملي انا بطلب من كل الخدام ان هم يهتموا بالبند ده بالذات ليه لان هو ده اللي الطفل هروح بيه هو ده انا هروح هعملين لان انا سمعت الكلمة الحلوة ورانمت الترنيمة الحلوة وجاوبت على السؤال واخدت هداية طبع ده ايه اللي هتعمله فلازم هو مورك لازم يعمله بشكل يومي اوكي بشكل اسبوعي بشكل شهري فطبعا ده ده جزء مهم جدا بخصوص الخدمة والتعليم في الكنيسة بخصوص البيت وهو الاهم البيت هو الاهم لان البيت هو الاساس بالنسبة لتربية الطفل وتعليم والروحيات انا بشوف انه لازم نعمل دافعا للطفل ونحفزه انه يشعر بالضعيف والفقير والمسكين والمجروح والمريض واليتين لازم الطفل يشعر بهم لانه ده حاجة ملموسة بالنسبة له يعني مثلا نتخيل لو دينا الطفل واجد مثلا ياخد من مصروفه بشكل شهري ويجيب حاجة اه معينة ويحطها في الكنيسة للناس الفقراء او الناس المسكين او ياخدها وديها لحد اه من الناس اللي يعرفه ده حاجة لما الطفل يتعود عليها ياخد من حاجته ويدغيره الفقير ده هو كده بيمارس عمل الرحمة من غير ما يعرف الكلمة حتى هو من غير ما يعرف هو ده حاجة كويسة هيفرح بيها ممكن كمان ندي الطفل واجب عملي تاني ان احنا نزور مثلا ملجأ اي تاني ناخد ولادنا ونروح نزور ملجأ اي تاني فيه ناس بتعمل كده في الاعياد يعني بيقضوا العيد في احنا مش عزين نملكة الاعياد بس احنا عزين نعلم الطفل حاجة ويتمرس عليها كويسة او ان هو يبقى بشكل مستمر وتصير حواس ومدربة ان احنا نملكة بشكل مستمر نزور مستشفى جنبنا جنب الكنيسة ولا جنب البيت نزور ملجأ اي تاني نروح نقعد مع الناس الفقراء ونديهم حاجة كويسة من حاجاته الشخصية ينسلخ من ذاته ويعطي الاخر مش دي مش بس عطاء مادي لكن هو بيشعر بالاخر عن طريق فضيلة الرحمة اللي احنا بنزرع في طيب يا متصابون اكيد في كل مرة بنتعلم ان فيه شخصيات من الكتاب المقدس بتسلك بالفضيل اللي احنا نتكلم عنها اكيد طبعا لان الرحمة شيء مهم وفضيلة مهمة اكيد فيه في الكتاب المقدس شخصيات كتير سلكت بيها يعني طبعا لو هنتكلم على الرحمة في الكتاب المقدس وخصوصا في النصوص اللي احنا ارناها من شوية في العهد الجديد مش هنلاقي اكتر من ربنا والهنا الصالح يسوع المسيح اكيد كلي الرحمة كلي الرحمة عشان اقدر نوصف اكتر من كده كلي الرحمة لكن اكتب بعض النمازج في العهد الجديد مبدئيا كل اللي طلبوا من المسيح ارحمنا يا ابن داود او ارحمنا يا ابن الله كل اللي طلبوا الرحمة خدوها يعني هم مكسافش حد يعني الاعميان طلبوا الرحمة شفاه بعد ما تأكد من ايمانهم طبعا في متة تسعة في لقى 18 الاعمى قالوا يا يسوع ابن داود ارحمنا طلب رحمة ادهاره شفاه في معجزة شفاء الابرس يقولك تحننا يسوع ومد يده ولا مسه تحننا استخدم الاحشاء الرحمة المرأة الخاطئة الانجيل المشهور في لقى 7 المرأة الخاطئة دا كان قمة رحمة ربنا على الخطئة البشر كانوا بينظروا لهذه المرأة نظرة قاسية لكن هو نظر اللي هي خاطئة او معروفة في المجتمع اللي ان هو نظر اللي هي نظرة رحمة رحمة هي واحدة من ضمن ولادي اللي تستحق الرحمة وقد كان واتغيرت حياتها من بعد هذا اللي قال المرأة الكنعانية لقيت له ارحمني يا سيد يا ابن داود ابنتي معذبة جدا او ابنتي مجنونة جدا متة 15 بعد ما اختبر ايمانها ادها اللي هي عايزها عشان قيت له ارحمة في مجنون مجنون لجؤون كورة الجدريين بعد ما ربنا شفاء قاعد بقى جنبه وعاوز يقعد بقى لما له بقى لابسا وجالسا وعاقلا قاعد جنبه عاوز يسمع مسيح قاله لا دا انت تذهب الى بيتك والى اهلك واخبرهم كم صنع الرب ديك ورحمك وقاب له سيرة الرحمة برضه شفاءك معناها رحمك رحمك من العزاب اللي انت كنت فيه تكون انت عايش في دنيا تاني هو دا لك الرحمة بتاعتها روح اقول للنازم يعني انت روح خليك خادم انت تقعدش جنبي انت تروح تبشر طبعا الفريسي والعشار مسلا مشهور جدا في اللقاء 18 الفريسي والعشار من المفترض ان الفريسي صلى صلاها جميلة او طبعا والعشار يصلى صلاها اي كلام او ممكن ما يعرفش الفريسي متدين وفاهم ودارس وحافظ التقوص وحافظ التقاليد وعارف الشريعة كويس كما يجي صلى صلى صلاها كلها كبرياء كلهم اشكرك اني لست مثل بقى الناس الظالمين الخطفين الزنا ولا مثل هذا العشار احتقار بقى انا صوم مرتين في الاسبوع وعاش بكل اموالي وصلاة كلها كبرياء طب شوف العشار بقى اما العشار فوقف من بعيد لا يشاء ان يرفع عينيه نحو السماء كسوف بل قرع على صدره قائلا اللهم ارحمني انا الخاطئ فاقول لكم ان هذا نزل مبررا الى بيته دون زاكة عشان ارحمني ما هو طلب رحمة ربنا يعني ما تكسفوش ما تكسفوش مش يكسف حقا في رسالة قف سقول لك الله غني في الرحمة الغني في الرحمة طبعا غنى عنده غنى في الفضيلة حلوة حلوة كلمة عن الرحمة يعني انا كنت كونة عايزة اسأل سؤال كده احنا دايما نقول لك الشخص ده حنين ما بنقولش عنده رحمة فهل يعني المقصود بكلمة ان الشخص ده حنين على غيره او كده انه عنده رحمة على غيره ولا دي ملهاش علاقة حنين يعني بيستخدم القلب بتاعه بشكل لطيف وبيحترم مشاعر الاخرين اما الرحمة فهي فضيلة فضيلة روحية فضيلة واضحة انه انا استخدم الاحشاء بتاعتي الرقفات بتاعتي والسلوكيات الروحية بتاعتي انا بقدمها الغيره وخصوصا المحتاجين والضعفة طبعا طيب عايزين بقى نتضرب كويس قوي الاسبوع ده على فضلة الرحمة فمحتاجين من قدسك لتدريب الوحي نسلوك به نتعلم منه ازاي يبقى عندنا رحمة على اخوتنا وعلى قريبنا وعلى الغرب كمان وعلى كل الناس اللي بنتعامل معي ناخد تدريبين صغيرين طيب التدريب الاولاني انه نتعاود الاسبوع ده ان احنا ما نجرحش حد بكلمة اسية مهما كان الخطأ اللي انت شايفه خلينا رحمين بالاخرين حتى لو اخطأوا التدريب التاني ممكن تدريب ماد شوية ممكن نوفر جزء من مدخراتنا الخاصة ونعمل بيه عمل رحمة اسبوعي 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 او شهري على حسب الامكانية على حسب وقع الامكانية الاسرة والمدخرات دي ناخدها بقى من بابا ومن ماما ومن الاخوات يجمعوها كده مع معا ويعملوا بيه عمل رحمة اي امكان عمل رحمة شكله اي ده يبقى تدريب جميل او جميل خالص يا اوتسابونة الحقيقة احنا استفدنا كتير قوية من الكلام عن الرحمة ومن كلام اوتسك الجميل والتفاصيل عن فضلت الرحمة احنا بنشكر اوتسك شكرا جزيلا اوتسابونة بنيمين بادا ويسكندر كاهن كنيسة مارجرجس عزبة رفايل ابرشيط القصية شكرا جزيلا اوتسابونة شكرا جزيلا شكرا جزيلا في النهاية مشاهدينا مشكر حضراتكم على حوص المتابعة لوعد بلقاء متجدد الاسبوع القادم وإلى اللقاء تندهله دايما في نحنته تلاقي حاضر وفي حدنته وفي رحلته تلاقي المفاطر راعي وقف حنون من صح وجاهن رحلين معاوم بحرين جوال خواطر